طبعاً الفن هواية شوف هنا طبعاً عندي قاعدة أولادي أنا مش مش غنوا بس إذا شفت الولد في هواية أشجعه الفنان لما يبدأ ما في فناني ما احترامي لهم يبز العود وفي العرس يبدأ يغني لك وعادوا هاكذا شك فو بيخرب التاريخ اللي دي عبني في بعض الفترة يجي لك قد مستوها جميل ورايع الناس ما عد تقبلوش فضروري أنك تظهر بصورة جميلة وتبدأ بأساسيات لما شدت علم الموسيقى معك خدمات مثلاً في اليوتيوب مدرسين يدرسوك عبر النت عبر اليوتيوب في فناني مثلاً مشتهدين حافظين النوت الموسيقى يروح لعندي يقول لك علمني أساسية الأولى لأنه شوف أقول لك في الفن اليماني خاصة نصنعاني هو ما يحتشن نوته لحلما نسافر لخارج ودغني أغني صنعاني ينبهروا يقولوا ما هذا الفن موسيقياً هم ينبهروا يقولوا ما يسمعناش الطابع هذا يعني غريب عليهم وهو كان الأساس هو الفطرة أمثل لك مثلاً أقول لك مثلاً زي السيكة عندنا نستخدمه هزع الهزع نستخدمه فيه التغيير من النغمات النغمات بسيطة نغمات بسيطة مثلاً تشوفه مثلاً في أقول لك المغرب المغرب العربي تشوف نغمة مترافطة مع الأغانية الإيمانية في النغمات ولهم جوماً الآخر في الأقير الأغانية وفي نفس الموسيقى العربية الموسيقى العربية تشوف فيه اختلافات ما بين دولة ودولة في استخدام النغمات أو التفعيلات الموسيقى العربية الموسيقى العربية شكرا